موسيقى السلام عليكم يا أحسن معش الجراد في هذا العالم كامل كيف رأكم كنت من تكونوا مزينين وكدوزوا من بين أحسن الأيام ديالكم وخاصة صراحة ما بين لي الأحسن الأيام الأول ولكن شوف أنا عارف رأسي درت هاد أشتري فراجة غير نهار السبت وغادي نعود ديره نهار ثلاث ولكن شوف رأب كل واقعية من هنا لقدام أتولد سمالية غير أشتري فراجة أتقول لي لماذا؟ سأقول لك حين تأتي من هنا لقدام تقدر تنع استفاق تلقى أخبار جديدة تنع استفاق تلقى جوجة الأخبار جديدة تنع استفاق تلقى دنيا مقلوب على هذه الدراجات خصوصاً في هذه المرحلة التي فينا فرق في أي لحظة أو ثانية تقدر تنع استفاق تلقى الراجة تباعة بحلوة تنظروا يقدروا 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 الموياً في فضل اللحظة التي نصورها هناك الكثير من الناقش سوف ندوم بالأخبار البساطة وسوف ننقذوا نشان للقنبول يا معلم ترى تسمع لي الاستيقالات في المكتب وبلاغ في الصفحة الرسمية وأنس محفوظ وهذا مشاو وهذا يجي وهذا طاح ترى هذا الراجة جديد وتقول شيعة موش سوف ندوز باردة و سوف نبقى فرحانة دائما نحن نتعرف مع الرئيس و نتعرف مع المنخارات و نتعرف مع اللاعب و الوضل المدرب ترى ما عرفنا شي اخوه ما عرفنا المهم ما علينا سوف نبدأ فيديو ديولنا بالنسبة لأنس زنيتي خرجوا بعض الصفحات و بعض المنابر الإعلامية يقول لك بأن أنس زنيتي يشترت 500 مليون من أجل تجديد العقد مع الراجة نحن يعرف أن شي كامل يقدر غير فاشك يفق الجمهور و يحاول الضغط على المكتب يعني تقول لي كثيرت الصفحات فراك يصيروا مش كلاب تابعين لذلك الكلاب بعدنا ولكن الحمد لله أنا زنيتي خرج في ستوري انستغرام و أؤكد أن قاعد الأخبار الذي يتقل عليه ممنوع له يعني قاعد الأخبار هذه زائفة أي واحد يقول بأن أنا زنيتي سينما هادي و لمشا هادي فراك يقول لكم أنا زنيتي حاليا رجاوي و يربط وعقد مع فريق الرجاء الرياضي أقطع اللايد الخير المهم سوف يمشي الخبر الثاني من بعدها مباشرة سوف يمشي نيشين لذلك البلاغ اللي تلاح في الصفحة الرسمية المهم البلان الثاني وهو الكاف كيف ما ذكرنا في الفيديو في النهار السبت قلنا بأن الكاف سوف يعاقب الراجا بجوش الماتش يتويكله وهذا الشيء اللي يدر الكاف عاقب الراجا بجوش الماتش يتويكله بدون جمهور و غرامة مالية قدروا 44 ألف دولار وهذا الشيء كامل جاء من بعد يطرف الماتش بجوش الماتش من بعد ما دخلوا بجوش الملعب و تشير القراعي و أي حاجة هذا الشيء كامل اخذوه بعين الاعتبار و خرجوه بهذه الخلاصات مع العلم أن بعض الفراغ تم ودروا نفس الشيء ولكن ما تعاقبوش ما عارفتش نعود نقول الماقولة اللي عندهم مفكوز المهم بخصوصة البلان الثاني فراء من الممكن الاستئناف ولكن ما خاصتك تشفوه ثلث أيام من بعد ما تنشر القرار يعني القرار تنشر نهار 15 نهار 18 ستسدوا البيبان ولكن السؤال ماذا يدرد الاستئناف و ماذا يدافع هذا الفرق يا بضل؟ هذا هو المشكل سوف ندعو عليه من البارح و من الأعمال و من الأعوام سأكمل مفاول سأمر مفاول ماذا تفرق على البارح بالصحة مباشرة بعد هذا الفيديو والذي هو البالاغ من المكتب المدير في الصفحة الرسمية سوف نحاول لخص لكم كامل التقالف هذا البلاغ سوف نرى من بعيد سوف يباين لك بأن لا ترى مصلحة الراج المهم قال لك سيدي أخواتنا داروا الشماء لترى الوضع الذي كان في الفرق حاليا والأخذ بعين مصلحة العليا للفرق الذي ما عمرنا في الراجة و ختمها قرر المكتب المديري تقديم استقالتي الجماعية نهاية الموسم الرياضي الحالي والدعوة لعقد جمع عام انتخابي من هنا كتستنتج بأن استقالة حاليا لا يوجد ولكن سوف تكون في نهاية الموسم السؤال هو لماذا سوف تكون في نهاية الموسم ما العلم أن الموسم سليتو لنا بكري والسؤال أو الثاني ما هي النية لكم لكي تبقوا هذه الشهورة التي فاتوا في الموسم ماذا سوف تستفيدون في الميركاة الصيفية؟ ماذا لديكم شيئا سوف تصلوا لها ما عرفنا ماذا سوف تكون أكثر ماذا سوف تكون أي شخص بأن أنس محفوظ سوف يذهب في نهاية الموسم سوف نقول لك لك غالط بحلوة الثاني تقرب يوصل لأخير دواعي أمنية ومشات تلديك شهر تسعود تصل إلى شهر تسعود يوصل إلى أمنية أو أخر تصل إلى شهر 12 يوصل إلى أمنية أو أخر تصل إلى أخر يقول لك أولا ونجرعين بين الصمت سوف يأخذوا المصلحة كاملة ومشيوا على خاطره المهم من بعد مخرج هذا البلاغ وهي أن بعض الأعضاء تبتوا بالراحل نستطيع أن نقول لك فضل لحدة التي نصورها وصلنا إلى ساعة الأسماء ولكن ما هذا بالصح وما كان الراحل سوف يسكتون فأنا سوف نقول لك الله أعلم على حسب المصدر أنور شافر فقال عبد الإيلال إبراهيمي إضافة سفيان السعيدة وعيسام الإبراهيمي ولطفي وبعض الأسماء التي رأيتهم في بعض المصادر الأخرى على سبيل المثال أمين بودريقة والعبد اللهوي ودحنان وباقي الأسماء فأنا بلما نجبدوهم هذه الأسماء التي تجبدو على مسمات قال لك بأنهم قروا باش أنهم إرحلوا فإذا كانت شي بالصح وكانت هذه الاستيقالات عودتاني ماشي غيش سرحة بغود روالينا فأنا نقول لها دخوتنا هذا اللي قرروا باش أنه مرحله برافو لكم وشكرا لكم من هذا المنبر أما البقي اللي يبقوا عادين في الكارسة ديالهم وكي تسنا وتلاخر ديال الان فأنا كنتوا لكم بنتوا على المصلحة ديالكم واللي ماشية مصلحة الفريق وإنما المصالح شخصية اللي غني يختموه بها هذا الفيديو هذا وهو الله يضي الخير هذا الفرقة هذه وإن شاء الله زينا اشتركوا في القناة